بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الدرس الثاني من الوحدة الثانية تناولنا في الدرس الأول الطريقة الأولى والطريقة الثانية لدفع رأس المال في شركة التضامن ونتناول في هذا الدرس الطريقة الثالثة لدفع رأس المال في شركة التضامن وهي تحويل أحد الشركاء لمنشأته بما لها وما عليها من أصول وخصوم لشركة التضامن فقد يتفق الشركاء على أن يحول أحد المشاركين منشأته القائمة بما لها وما عليها لشركة التضامن ويكون الفرق بينما لمنشأته وما عليها ممثلا لكل أو بعض رأسماله في شركة التضامن ونأخذ مثال لتوضيح ذلك قرر زيد وعمر تكوين شركة التضامن برأسمال قدره مليون ريال مقسم بينهما بالتساوي والتفقاء على الآتي أن يحول زيد أصول وخصوم منشأته القائمة لشركة التضامن كما تظهر من واقع مركزها المالي التالي أصول وخصوم الأصول متتمثلة فيه نقدية بالبنك مبلغ 50 ألف ريال مدينين 30 ألف ريال مخزون سلعي 50 ألف ريال سيارات 75 ألف ريال مباني 125 ألف ريال وأراضي 470 ألف ريال مجموعة الأصول 800 ألف ريال أما الخصوم فتتمثل فيه الدائنين 100 ألف ريال قرض طويل الأجل 400 ألف ريال ورأسمال الفرق بين الأصول والخصوم يمثل رأسمال زيد وهو مبلغ 300 ألف ريال الاتفاق الثاني أن يدفع زيد نقدا ما يجعل رأسماله يصل إلى 500 ألف ريال بمعنى أن الفرق بين الأصول والخصوم مبلغ 300 ألف ريال والفرق بين رأسماله نصيبه في الشركة 500 ألف ريال وبين الفرق بين الأصول وخصوم 300 ألف ريال الفرق بينهما 200 ألف ريال اتفق الشركاء أهلا أن يدفع زيد ما يجعل رأسماله يصل إلى 500 ألف ريال بمعنى أنه يدفع نقدا مبلغ 200 ألف ريال الاتفاق الثالث أن يدفع عمر رأسماله نقدا بمعنى أن عمر يتفق أن يدفع رأسماله نقدا أما زيد فحول مشاءته إلى شركة التضامن ويدفع ما يجعل رأسماله يصل إلى 500 ألف ريال وعليه المطلوب تسجيل قيد اليومية اللازم لإظهار دفع رأسماله في سجلات الشركة يكون قيد اليومية كالآتي من مذكورين حساب البنك حساب المدينين حساب المخزون السلعي حساب المباني حساب الأراضي حساب السيارات الطرف كل هذه القيد الجانب المدين منه جميع الأصول التي حولها الشريك عمر شريك زيد إلى شركة التضامن بالإضافة إلى المبالغ المدفوعة عن طريق البنك إلى مذكورين الخصومة التي حولها الشريك زيد إلى شركة التضامن المتمثلة في دائنين وقرط طويل الأجل بالإضافة إلى رأسمال زيد ورأسمال عام البنك مبلغ 750 ألف ريال تتمثل في الآتي مبلغ 500 ألف ريال الذي دفعه عمر كرأسماله نقدا بالإضافة إلى مبلغ 50 ألف ريال الموجود في الميزانية وهي 50 ألف ريال يصبح مبلغ 550 ألف ريال بالإضافة إلى الفرق بين الأصول الخصوم 300 ألف ريال وبينما يجعل رأسماله زيد 500 ألف ريال 200 ألف ريال إذن حساب البنك يصبح 750 ألف ريال 500 ألف ريال رأسمال عمر بالإضافة إلى 200 ألف ريال دفعها زيد ليصل رأسماله إلى 500 ألف ريال بالإضافة إلى 50 ألف ريال ظاهرة في قائمة المركز المال التي قدمها الشريك زيد